بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيزي الطالب مرة ثانية مع مقرر وسائل وتقنية التعليم والوحدة الثانية تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم ونبدأ بالأهداف بنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادر على أن واحد يفرق بين تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم اثنين يفرق بين الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ثلاثة يفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات وأخيرا أربعة يذكر الرئيسة لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم إذا اعتبر أن تكنولوجيا التربية نظاما عاما يهتم بمعالجة قضايا التربية بصفة عامة فإن تكنولوجيا التعليم تموسم نظاما فرعيا منها أو الجنب الإجراء لها فيتركز على معالجة قضايا التعليم المختلفة في ضوء نظريات التعليم والتعلم المعروفة أي أن تكنولوجيا التربية عام وأشمل من تكنولوجيا التعليم كما يوضح الشكل التالي يلاحظ أن تكنولوجيا التعليم جزء من تكنولوجيا التربية أي أن تكنولوجيا التربية عم وأشمل من تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية تكنولوجيا التعليم منظومة قبرى فيهين تمثل وسائل التعليمية منظومة فرعية مصغرة منها كما تمثل وسائل التعليمية جزء من مصادر التعلم الرئيسة كما سندرس لاحقا وذلك في مجال تكنولوجيا التعليم كما يوضح الشكل التالي يلاحظ من الشكل أن الوسائل التعليمية جزء من تكنولوجيا التعليم أي أن التكنولوجيا التعليم عام وأشمل من الوسائل التعليمية تكنولوجيا المعلومات جميعا نستخدم هذه التكنولوجيا فماذا تعني تكنولوجيا المعلومات؟ هي اقتناء المعلومات ومعالجتها وتغزينها وتوزيعها ونشرها في صورة نصية ومصورة أو رقمية بواسطة أجهزة تعمل إلكترونيا تجمع بين أجهزة الكمبيوتر وأشهز الاتصال عن بعض ملاحظات على علاقة بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات واحد عند توظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية لتحقيق هدف ترتبط بعمليات التدريس والتعلم وتوظيفها في تصميم هذه العمليات وإنتاجها وتنفيذها وإدارتها وتطويرها في هذه الحالة في أن تكنولوجيا المعلومات تصبح داخل إطار تكنولوجيا التعليم كما يوضح الشكل التالي يلاحظ من الشكل أن تكنولوجيا المعلومات جزء من تكنولوجيا التعليم جانب آخر عند تنفيذ نشاطات ترتبط بمجال تكنولوجيا التعليم عبر استقدام الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال عن بعد على وقت الخصوص تمثل تكنولوجيا التعليم في هذه الحالة داخل إطار تكنولوجيا المعلومات كما يوضح الشكل التالي في هذه الحالة تمثل تكنولوجيا التعليم جزء من تكنولوجيا المعلومات ركائز تكنولوجيا المعلومات لتكنولوجيا المعلومات سلاسة ركائز أساسية تتضح في الشكل التالي الركيز الأولى أجهزة الكمبيوتر الركيز الثانية برامج الكمبيوتر الركيز الثالثة شبكات الاتصال وأيضا لتكنولوجيا التعليم ركاز أيضا تتمثل هذه الركاز في سلاسة ركاز أساسية تتمثل في الشكل التالي الركيز الأولى وهي قلب تكنولوجيا التعليم وهو تصميم التعليم الركيز الثانية مصادر التعلم أما الركيز الأخيرة وهي تفريد التعليم التكنولوجيا في التربية ماذا تعني؟ يقصب التكنيجية في التربية دمج التكنيجية الحديثة في إدارة منظومة العملية التعليمية بالمدارس والجمعات ومن أمثل ذلك التالي 1. قيد الطلاب 2. حفظ استجلات الطلاب إلكترونيا 3. استقدام الكمبيوتر في الشئ المالية والآداء والإدارية 4. تصحيح أوراق الإجابة إلكترونيا كما يحدث في جامعة الملك خالد 5. تقديم الاختبارات إلكترونيا مثل شهادة ICDL أو اختبارات معمل التعليم الإلكتروني التقييم حاول عزيز الطالب الإجابة عن السئلة التالية 1. ما فرق بين تكنيجية التربية وتكنيجية التعليم مع الرسم 2. فرق بين وسائل التعليمية وتكنيجية التعليم مع الرسم 3. وضح الفرق بين تكنيجية التعليم وتكنيجية المعلومات مع الرسم أيضا 4. ما هي الركاز الرئيسة لتكنيجية المعلومات وتكنيجية التعليم ما المقصود باستقدام التكنولوجيا في التربية وشكرا لاستماعك